في شخصيات طيبة بشوفها لو أنا قارتها على الورق هفهمها بطريقة ولو شفتها وبيجسدها أستاذ عبدالعزيز بشوفها بطريقة تانية منها الشخصيات لحدك بتلعبها في مسلسل جودر هو طيب بس إحنا ساعات كتير بنعتاد مع القراءة أو بعض المشاهدات لفنانين آخرين بيبقى طيب مطلق بلا سبب يعني طيب بزيادة اللي هو طيب ملوش طعم طيب مش عاجبني أنا عايزك طيب مدأدأ طيب يشغلني الشخصية في مسلسل جودر أنا في رأيه مطلق عجيب مثلاً للمشاهد أنت عايزة إيه وحدك بتسألها أنت عايزة إيه ده شخص طيب ومخه مليان بحاجات كتير وطيب ما هو السهل هو طيب وهو الخير وهو اللي بيحمي جودر التركيبة دي إيه التركيبة إيه كانت في الورق ولا التركيبة دي هي اللحم والدم اللي نسجوا الأستاذ عبدالعزيز هو الحقيقة أننا برضو استشفتها من الورق وبالتفاهم مع المخرج الأستاذ إسلام خيري أي وهو ده راجل طيب وراجل درويش وطيب وزاهد في الدنيا بس هو فاهم اللي حواليه جداً يعني هو شايف اللي حواليه كويس وشايف الشر كمان كويس جداً ولذلك هو بيحاول يحمي جودر من هذا الشر ساعات بيبقى إيش عارف يعني مثلاً في فيلم الهروب الراجل الزبط ده كان طيب ولا مش طيب بيحب صاحبه ولا ما بيحبش صاحبه عاوز القانون ولا عاوز الإنسانية لا ده كان راجل طيب جداً جداً وابن بلد وبيقدوا وجبه ومالوش أي طموحات أكتر من أداء وجبه ووجبه الوظيفي ومخلص الحتة دي قوي 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 وفي نفس الوقت بيحب صاحبه اللي هو أحمد زيك الله رحمه بيحبه الحب اللي هو منتصر يعني في الفيلم بيحبه الحب الطبيعي اللي بين اتنين عاشوا مع بعضه في الطفولة وكبروا مع بعض يعني هي شخصية مصرية صعيدية إنسانية جداً وعادية جداً لكن الظروف حطته في موقف صعب ودفع حياته تمن لهذا الموقف يعني بقدر ما هو كان ما عنده مشكلة أنه هيسلم صاحبه للقانون ويقوله خلي القانون ياخد مجرار بقدر ما هو في الآخر خالص دفع حياته مقابل الدفاع عن منتصر ده في الآخر في الآخر خالص بس هو حاول ينصحه وحاول يقنعه إنه يسلم نفسه للقانون لأنه هو وجبه كده وقال له قال له أنت في يعني أنت معرض إنه رصاصة طيشة تكلك تضيعك فأحسن سلم نفسك يا ابني واخدع للقانون وأحمد أو منتصر يعني يعني يركب دماغه ما اقتنعش بداه وفي النهاية حصل اللي حصل اللي اتنين ماتوا مع بعض أنا أنا بحاول طول الوقت إنه أنا كل اللي في مخي بحاول أسأل فيه بصراحة ودي عندي أفكار كتير جدا وقد يكون بعضها متضارب يعني حتى وأنا برجع تاني أنا رجع هربت لحد فيلم الهروب ورجع تاني على على رمضان 24